الله لا أسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشير أتمم له رباه يا من نرتاجه هدفا عظيما قد تلاء لأكل قمار شعب رمان عن أبي سعيد الغريق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من شغله قرآة القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل سواب السائلين أنا حديث ضعيف لكن معنى صحيح وفضل القرآن على سائل الكلام كفضل الله على خلقه نعم شوف هنا يقول من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما يعطي أعطي السائلين لا بد أن نفهم شيئا أن سؤال الله يجل في علاه سؤاله مسألة يريد بها العطاء وسؤال ثناء يعني الدعاء دعاء مسألة ودعاء ثناء دعاء عبادة فمن شغله الثناء على الله جل في علاه أعطاه الله فوق ما يعطي السائلين والسائلين لما؟ لأن الرجل قدم محاب لا على محابه لكن السائل الذي يريد سؤله قدم محابه على محاب الله جل في علاه والله يرضى بذلك وقال ربكم دعوني أستجب لكم إن الذين يستقبلون عبدته يدخلون جهنم داخلين وقال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني أجيب دعوة الدعاء إذا دعام فليستجيبوا لي وليؤمنوا به لعلهم رشدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أربعوا على أنفوسكم إنكم لا تدعون أصمى لا غائبة تدعون سميعا قريبا أو قال سميعا بصيرا إن الله أقرب لأحدكم من عنق راحلة أحدكم فمن انشغل ثناء على الله جل في علاه فمن انشغل ذكرا لله جل في علاه علم الله حائدته لأنه يعلم مكان ما يكون ولم يكن لو كان كيف سيكون ولما قدم ولما قدم محابة الله على محابه سارع الله في في سد خلته سد خلته واعطاه وصارع في اعطائه سؤله وفوق ما ما يرتجي لأنه قدم ما يحبه الله جل في علاه على ما تحبه النفس فكان صادق العبادة لله جل في علاه فكانت المكافأة أعظم بأن الله جل في علاه بذكره أعطاه وقد قال علماءنا الكريم يكفيه التعريد بالسناء الكريم يكفيه التعريد بالسناء فإن عرضت بالسناء فإن الله يسارع يسارع لك بالعطاء كما قال يوسف ربي قد آتتني من أنوك وعلمتني من تأويل الأحاديث وأيضا إخوة يوسف عندما قال له تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا تخاطئين الأثر الثاني أيضا قال وفضل القرآن على سعر الكلام كفضل الله على خلقي ولأن القرآن هذا إثبت أيضا في الرد على الأشعر والرد على الجهنية والمعتزلة وأن القرآن كلام الله غير مخلوق وأن القرآن كلام الله غير مخلوق لذلك إذا قلنا القرآن هو كلام الله إذن هو صفة من صفاته وصفات الله فلا تريقه بجلاله وكماله وعظمته وصفات العبد على نقصه وعجزه لذلك قال وخير وفضل القرآن على سعر الكلام كفضل الله على خلقي لأن القرآن صفة من صفات الله إذن الله جل جعله وفي رواية أنه قال من أحب أن يعلم أنه يحب الله ورسوله فلينظر فإن كان يحبه القرآن فإنه يحب الله ورسوله وهذا حديث جاء موقوفا وجاء مرفوعا والموقوف أصح والله رضي الله عنك تعبت جدنا أنت يا جل محمود والله تعبت جدنا وتعبناك شكر الله لك أحسانك وبرك والحمد لله هذا فضلك فضلك وهذا وش محمود إذن الله عنا خير الجزاء إذن عندنا هنا في هذا الباب يقول من أحب أن يعلم أنه يحب الله ورسوله فلينظر فإن كانوا يحبوا القرآن فإنهم يحبوا الله ورسوله إذن عندنا سعود قال من الدعم حبة الله فليعرض نفسه على كتابه فإن أحبه فقد أحب الله فالقرآن مصفة مصفة الله جل في أولا ورب ورب لا يجد المرء رقة قلب ولا يجد دمعة عين ألز من مصاحبة القرآن سيرق لها القلب وتدمع لها العين فنسأل الله أن يعلم من الملازمين القرآن المصاحبين له نكتفي بهذا لأنه متعب جدا في ذلك الفواد المستنبطة نعم من حسن الأدب أن تنشغل بما يحبه الله لا بما تحبه أنت من واسع جود الله جل في علا أن من تعرض له بالثناء أعطاه فوق ما يعطي السائلين من زعم محبة الله فليعرض نفسه على كلامه فإن أحبه فهو صادق في محبة ربه جل في علا فكلام الله صفة من صفات الله جل في علا حكم المتاجرة في الأولاق المالية إن كانت من جنس واحد واجب التقابط في المجلس واجب التساوي والتماثل وإن كانت من عملات مختلفة كدولار وجنيه شرط واحد يجب أن يتوفر وهو التقابط في المجلس النهاique ومن أعود إلا أن وليس الدين عقيدة السلفي النقيا فأخلص لي تربي وبارك على شيخ النبي للخلق والضاحى المحيا